معالي للوزير النائب سمير الجسر أهلا وسهلا بك أنتم كنتم من المرحبين بالتحولات في بعض الدول العربية كيف تنظرون الآن للتغيير الأخير في مصر؟ يعني أولا نحترم إرادة الشعوب وأما كان لكن بالمبدأ نحن ترحيبنا بقصة الربيع العربي والتحولات التي صارت مش مشان أنه خلع أشخاص معينين هي قصة الحقيقة أنه عم تشيل من أنظمة توتاليتارية لتحولها لأنظمة ديمقراطية هذا الترحيب اللي كان واللي نحن نعتبر بأنه هذه شغلة كتير مهمة التحول نحو الديمقراطية الآن اللي صار مبارح ممكن يكون له مبرراته ممكن يعني مثلا يمكن إنسان ما قدر نجاح يمكن فشله الله أعلم لكن أنا السؤال الأساسي اللي بطرحه أنه مثلا تصحيح المسار الديمقراطي يعني هل يجوز بدون مسار ديمقراطي مويزي ولا يجوز مثلا بعملية انقلبية أو بعمل غير ديمقراطي وهذه الخطورة كلية أنه هل تشكل عودة إلى الماضي؟ ما هو تعليقكم على وصف الرئيس السوري بشار الأسد لما جرى في مصر بأنه سقوط للإسلام السياسي؟ هذا أمر طبيعي يعني هو تاريخيا النظام السوري يعني على عدائية مع الإسلام السياسي يقول لك أنه حتى بقيت الأنظمة يمن في كتير من الأنظمة على عدائية مع الأحزاب الإسلامية السياسية بس هلأ هو اليوم ممكن أنه يستفيد منه ويوظفها بمعنى أنه ممكن تعطي زخم أكتر ممكن يعني المعارضة اللي فيها شريحة كبيرة من الإسلام السياسي بتوجهات مختلفة ممكن أنه مثلا يمكن تتأثر معنويا بهالشي بس مش أكتر من هكي اللي بده يعني ما بيقدر واحد يمارس التلترية يحكي عن أنه والله تصحيح ديمقراطي في مكان آخر الثورة في تونس كانت مقدمة للثورة الأولى في مصر برأيك ما يجري حاليا في مصر كيف سيؤثر على مجمل الربيع العربي المشكلة يعني في شغلة مهمة جدا بالعالم العربي مصر حجر زاوية وكتير من التغيرات اللي تحدث في مصر ترجع بتنعكس على الدول الأخرى لكن مش معنايتها أنه هذا انعكس شامل يعني أنه والله ما بيكون إلو أستثناء أنا براي في فرق إزايزة عم تلمح للقصة التونس في فرق بين الواقع التونسي وبين الواقع بمصر يعني بتونس راشد الغنوشي وجميع التولي أنه خرجوا وعاشوا بأوروبا فترة طويلة بتايد أنه تعاطوا بمرونية وبعقلينية أكتر مما تعاطى فيها الأخوان المسلمين في مصر مثلا جيبوا شخص رأس اليسار رئيس جمهورية صحيح يميرسوا هلأ أنه ساهلني بالحكومة لكن في مرونة بالتعاطي ما على ما يبدو على كونه أنا مني خبير بالشؤون المصرية فبيبدو أنه ما ميرسوا نفس المرونة بالتعاطي أفو المشهد الإخوان المسلمين عن السلطة في مصر برأيك هل سيؤثر على كامل مشهد الربيع أو ما سمي الربيع الإسلام السياسي كان من الطبيعة بدول توتريترية أنه ألغت كل الحياة السياسية لم يبقى غير الجامعات الإسلامية وكمان نتيجة الاضطهاد عملت بالسر فكانت الحالة الوحيدة المنظمة بالعالم العربي مع كل أسف يعني هني قضوا على كل مظاهر السياسي هؤل الوحيدين اللي كان عندهم نعم الاستمرارية فوقت اللي صار الربيع العربي كان من الطبيعة أنك تنتظر بإنعدام تنظيمات سياسية وما في غير هذا التنظيم السياسي أن يكون هو يفوز بالمقاعد النيابية أو السلطة لفترة لحين أن تنتظم الحياة السياسية يعني معلش أنا إذا بيسارك سؤال هلا نرجع هكي شوي لورا أنه مين اللي قادت الثورة بمصر مين القيادة وشو كانت الرؤى وشو كانت الأهداف تبعيتهم ما هذا مرحب في حالة ردة فعل على الظلم على ديكتاتوريات على فساد قامت من التباجر بس مين اللي منظمة حالة جماهرية بالوقت اللي كان الفصيل السياسي الوحيد للمنظمة والإخبار المسلمين فأمر طبيعي أنه بالنهاية وأنه يفوت يعني بالرغم هو كان من مطاربته كان يظل يشتغل سياسي كان يظل ينزل على انتخابات وكان ينزل ناس يعني معهم أو ينزل يعني هني ينتخبوا ناس ما نقول يمكن من الإخبار المسلمين لكن حلفاء لأنه فأمر طبيعي أنه هني كان يفوزوا هلأ تقول لي هلأ هذي قدار تأثر إلا ممكن يكون هاك وهذا لأنه كمانا ممكن تخلق ردات فعل عند بعض الناس ممكن ينحسروا لي فترة ممكن إن شاء الله يعني طبيعية وممكن أنه يرجع يتماسكوا أكتر وإذا كان ما فيه تنظيمات بالمقابل لأنه أعطيك مثلا إلا أنت لو جيت تعمل انتخابات بالقائرة أو بأي مدينة أخرى بدوائر انتخابية معينة في بهالدائرة ناس منظمين وفيه مقابلة عشرات المرشحين واللي ريال المنظمين مين اللي بيفون فمن عبره يعني تباتشوا فما قلتلك ممكن أنه يشهدوا تراجع وممكن أنه يرجعوا ويحافظوا إذا ما على كل الوضع اللي كان لأنه طبيعي اليوم في بعض المتغيرات لكن ممكن يحافظوا على قصة من وجودهم السياسي عكلين بالنهاية التنوع حلو معالي الوزير النائب سمير الجسر شكرا لك اشتركوا في القناة